موسيقى أحبايا عزائي طلبة الصف الرابع الأدبي أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الرياضيات تناولنا في الدرس الماضي التغير الطردي واليوم سنتناول التغير العكسي مثل ما قلنا عندي متغيرين أحدهما يتغير نتيجة لتغير الآخر ولكن هذا التغير يكون بنسبة ثابتة لذا صار عندنا ثلاث أنواع من التغير رح نأخذهن إن شاء الله في دروس متلاحقة أخذنا في الدرس الماضي التغير الطردي اليوم سنتناول التغير العكسي وفي درس قادم بإذن الله سنتناول التغير المشترك التغير العكسي أعزائي الطالب إذا عندي متغيرين مثل X و Y وكان تغير في أحدهما في زيادة يؤدي إلى نقصان في القيمة الثانية إذا كان عندي Y هذه المتغيرين Y و X X و Y نفس الشيء عندي Y يساوي ثابت مضروب في الثابت الآخر نقول وهذا الثابت لازم شي يكون ابني لازم يكون ثابت عدد حقيقي ينتمي إلى الأعداد الحقيقية الموجبة إذا تلاحظ معي على اللوحة عندي متغير X و متغير Y متغيرين وعندي K عدد ثابت وقلنا هذا العدد الثابت يجب أن ينتمي إلى الأعداد الحقيقية الموجبة إذا كان عندي Y يساوي هذا الثابت مضروب في مقلوب واحد على X مقلوب واحد على X إيش راح نقول؟ راح نقول أن Y تتغير عكسيا لاحظ ابني في التغير الطردي في التغير الطردي هذا بس إعادة لتذكير فقط في التغير الطردي كان Y يساوي K في X أما في التغير العكسي لا في التغير العكسي Y تساوي هذا الثابت اللي هو ينتمي إلى الموجب في مقلوب X أي واحد على X لأنه تتغير عكسي بالعكس وبالتالي هذا الفرق الأول شو راح نقول بهالحالة؟ راح نقول بأن Y تتغير عكسيا هناك كانت Y تتغير طرديا هناك Y تتغير عكسيا هناك تنتبه إلى ملاحظة أخرى أيضا راح نعبر عن هذا التغير العكسي بهذا الرمز Y تتناسب عكسيا مع واحد على X هناك كانت تتناسب مع X هناك تتناسب مع واحد على X لأنه تتغير عكسي ونقراها Y تتناسب عكسيا مع X دائما X اللي هو هنانا راح يكون المضروب في الثابت راح يكون هو المستقل والY هو التابع وأرجع أأكد ليسمينا تابع لأنه يتغير تبعا لX كلما تغير X تغير Y أعزائي الطلبة أيضا في هذا الموضوع راح تجيني نوعين من الأسئلة نوع يطيني هو نوع التغير مالتي يعني هو يطيني تغير عكسي ويطلب أحد القيم المجهولة إما لX أو Y والنوع الآخر لا هو ينطيني القيم كاملات أربعتهم ويطلب من عندي هل هذا التغير عكسي أم لا هذا النوع راح نأخذه ندني النوعين بالأمثلة من أمثلة الكتاب نفسه إن شاء الله ونبدأ بالمثال الموجود عندي في صفحة مثال في صفحة 18 اللي هو مثال الدعش مثال الدعش نأخذ خلنا أخذ مثال الدعش إذا كانت هذا مثال دعش في كتابك المنهجي ابني مثال دعش في كتابك المنهجي إذا كانت إذا كانت Y شوف هنا هو تتغير باع انتبه هنا ابني عكسيا شوف هنا ابني هو منطيني نوع التغير باع هنا تتغير عكسيا هو منطيني نوع التغير تبعا لX زيان شمنطيني وكانت تبه هنا ابني وكانت X تساوي 20 في عندما هاي هنا الفارزة معناته X تساوي 20 عندما Y تساوي 3 عندما Y تساوي 3 فأوجد مطلوب من عندي أوجد قيمة Y لا يريد من عندي أوجد لقيمة Y شو وقت أوجد لقيمة Y عندما X تساوي عفو أسف عندما X تساوي 6 عندما X تساوي 6 عزيز الطالب مثل ما أخذنا بالتغير الطردي قلنا ماذا منطيني نوع التغير عكسي أو طردي أول شيء خلنثبت هذه الملاحظة بما أن التغير عكسي إذن Y تتناسب عكسيا مع منه مع X أي Y نخلي Y وهذا الرمز رمز التناسب عكسيا إذا نصير واحد على X هذا يعني هذا يعني دائما يعني أنه أكو ثابت مضروب في هذا هذا معناته ثابت يعني من نشيل رمز التناسب نخلي بدالي مساواة لازم نضرب الثابت بمن نضربه في الموجود عندي إذا X نضربه في X إذا واحد على X نضربه في واحد على X وتتبهبني هنا أنا أيضا المقامة شنو هذا مقامة واحد وكأنما Y تساوي بص في بص مقام في مقام وتطلع لي K على X هذا القانون أو هذه العلاقة هذه نطبقها مرتين مرة مع القيم المعطات كلاهما يعني كلتا القيمتان ما أخذوا إياها على مود نطلع من نطلع نطلع المجهول اللي هو الكي أو المرة وبعدين شي نسوي نفس هذا القانون نطبقه مرة ثانية عندي المجهول اللي هو K رح نعرفه أحد المتغيرين رح نعرف من طين يا هو إذا نبقى المتغير المجهول رح نقدر نعرفه بسهولة ورح سنطبق أول شي نطبقه على القيمتين المعلومة هذه تعتبر هي X1 وهذه رح تعتبر هي Y1 هذه رح تعتبر Y2 مجهولة وهذه هي X2 لاحظ ابني هنا أيضا أجي على القيمتين المعلومات هنا هاي قيمتين معلومة ليش أخذ اثنيات المعلومات على مود أطلع المجهول اللي هو الكي هنا شو رح يصير عندي هنا Y جقد Y عندي Y1 ثلاثة أكتب ثلاثة Y1 ثلاثة تساوي K جقد أنا ما أعرف هالكي بالبداية مجهولة هنا شو عندي X1 إشقد X1 20 أيضا ابني هذا مقامة واحد حاصل ضرب الطرف يسابي حاصل ضرب الوسطين وهذا رح يؤدي لي رأس النتيجة مالتي K في واحد K و يساوي ثلاثة في عشرين ستين تساوي تكتبها ثلاثة في عشرين بعد ينطل ينطل إذا طلعت لي قيمة K اللي هو هذا الثابت اللي إحنا لازم ابني لازم نعرف بأنه هذا الثابت K دائما هو ينتمي إلى الأعداد الحقيقية الموجب والستين تنتمي إلى الأعداد الحقيقية الموجب أكيد هس نفس هذا القانون مرة ثانية عيدة عليما على القيمتين اللي بيهن وحده مجهود وعندي K معلوم رح يسر عندي نفس Y يساوي K على X وأيضا لازم نطل ملاحظة بأنه كي تنتمي إلى الأعداد الحقيقية الموجبة دائما هذه تجيها السعدي Y الثانية وX الثانية Y الثانية المجهول نفسه تبقى Y تساوي K شقد كي طلعت لي ابني كي طلعت لي ستين على X الثانية شقد X الثانية المنطين إياها ستة على ستة وأكيد ابني ستين على ستة أكيد الجواب مباشرة شهد يطلع لي عشرة إذن Y تساوي Y تساوي عشرة إحنا أرجع على إعادة سريعة لهذا المثال حل كالآن يكون ابني هج نوع من الأسئلة مو شرط أنت بالامتحان نفسه كل اللي عندنا هو منطيني تغير عكسي هو منطيني تغير عكسي هو منطيني تغير نوع التغير تغير عكسي زين في هالحال ابني منطيني نوع التغير عكسي إحنا نثبت هذا الشي بالبداية للسؤال نقول Y تتناسب عكسيا مع X وهذا يعني أن Y تساوي ثابت وهذا الثابت قلنا لازم ينتم إلى الموجب مضروب في 1 على X وقلنا 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 مقام 1 بس مقام في مقام ويطلع K على X هذه القاعدة وهذا القانون راح نطبقى مرتين مرة مع X 1 Y 1 لنثينات معلومة يبقى لي بس المجهول K يطلع لي المجهول وفعلا طبقنا Y 1 تساوي 3 والK مجهول ما عرفه والX 1 وانطين ياه هو 20 طلعت لقيمة K بعد أن حاصل ضرب الوسطين طلعت لK تساوي 60 هس ابني أرجع نفس القانون أكرر مرة ثانية ولكن أخذ هالمرة القيمة الثانية لY اللي هي ليش أقدر آخذ هذه لأن صار عدي الكي معلوم فصارت عدي Y اللي هي Y2 اللي هنا تعتبر مجهولة تساوي الكي طلعناها 60 على X2 اللي هي 6 وأقسم وإذا تحت تقسم قسمة طويلة إذا جدتك أرقام ويطلع لي هذا الجواب مالتي هنا هنا ابني نقدر نتناول مثال نقدر نتناول مثال نقدر هنا حتى ابني يعني قبل ما نكتب هنا بالقانون هنا نقول نعم ناخذ هذا القانون إذا تكتب هذه الشي ملاحظة هم لا بأس بهذا ابني نقول هنا هنا ونكتب وياها عندما هنا نقدر نكتب عندما هذا القانون وعندما ونختار عندما X تساوي 20 وY تساوي 3 نقدر نكتب لهذا الشي ونطبق عندما X تساوي 20 Y تساوي 3 ونطبق وهن رح يصير عندما Y مجهول وX تساوي هنا K معلومة K تساوي 60 و X معلومة منطين إياها X تساوي 6 نقدر هنا نقدر نثبت هذا بجانب القانون ونجي نثبت بالقانون أيضا على موت يعني تكون إليك أوضح وتأدي إلى إن شاء الله ما تخربط بين القيم متاخذ قيمة مع أخرى ما تاخذ قيمة تطلع النتائج مغايرة وما يكون جوابك صحيح أنت تعرف القيمة الأولى منطينية هوية Y معتها X1 Y1 وهذه قيمة ستكون ثانية لY وهذه قيمة ثانية لX دعونا أخذ نوع الثاني من الأمثلة النوع الثاني ما سنطيني هو يطيني القيم أربعة ما به المجهول لكن يطلب من عندي نوع التغير هنا هو منطيني نوع التغير أكسي وهذا المثال أيضا موجود من أمثلة الكتاب اللي هو المثال خلونا نتناول اللي هو مثال هنا هنا مثال intuitive مثال theory يقول لي أيضا قبل المثال أيضا قبل المثال ابني من هذا التعريف من هذا التعريف من هذا التعريف ابني خليوا قبل ما أنطيك المثال لأن المثال مرتبط بملاحظة لازمة قبل ما أحل لك المثال من هذا التعريف ابني للتغير علي أن أعرف بأنه إذا كان التغير عكسي فإنه النتيجة اللي رح أحصل عليها هي أنه واي وان إحنا من خاف ابني من كثرة القوانين قلت لك ما أخاف إذا تغير طردي وعكسه أول شيء أثبت أول ملاحظة عمود لا أنساهن ولا أخربط بيناتين أقول واي وان على واي تو بالتغير الطردي ابني بالتغير الطردي بس باوى عليه بالتغير الطردي هنا يصير وان مقابل وان نفس البص والتو هنا نتو بالتغير العكسي شيء يصير ابني بالتغير العكسي رح يصير بالعكس بالتغير العكسي بالعكس رح يصير عدي واي وان على واي تو يساوي اكس تو على اكس وان وبالتالي ابني باوى علي إذن هذا عرفته بالطردي نفس هذا ثابت بس هاي هنا وان مقابل وان واتو مقابل تو بالعكسي لا الواي وان على واي تو يساوي اكس تو بالعكس التو تسعت فوق والوان تنزل بس هذه ملاحظة ما انساها هذا رح يقودني الى قانون اخر ابني على مدهم لا اقول اشتاة اصلاة واي قواني لا لا ابني مجرد بسط على بسط مقام على مقام يعني انت بس تعرف بس قانون واحد وتعرف هذا الربط بينات فين صدق لي تحفظ كل القواني وبكل سهولة والقانون تحتاجه هو اللي رح تطبقه وتستفاد من عنده رح يصير عدي هنا بسط على بسط اذا معناته هذا نفسه يؤدي نفس الجواب ونفس النتيجة لو قلت واي وان على اكس تو يساوي واي تو على اكس وان فلكي لكي نعرف او نختبر التغير اللي عندي وعندي قيم معلومة منطينيان هو هل التغير عكسي ام لا اجي اشوف اما اطبق هذا واي وان على واي تو يجب ان يساوي لي اكس تو على اكس وان او اطبق القانون الاخر هذا منو يخليني اتحكم استفاد من هذا القانون هو اثنيات صح واثنيات القيمة تطلع لك كل ما تشوف نفسك يا قيم بالتبسيط اسهل لك استخدمه اما اي واحد تستخدمه يطلع الجواب صحيح هسا اقدر اكتب لك المثال الاثنعش مثال اثنعش الموجود عندي مثال اثنعش بكتابك المنهجي صفحة ساة عشر يقول لي متغيران حقيقيان مرتبطان بعلاقة اهنان علاقة ما ما منطيني ما منطيني نوع العلاقة هذا النوع الثاني من الاسئلة ما ينطيني نوع العلاقة هو بس يطيها بعلاقة ما ويطلب من عندي هو هل هذه العلاقة علاقة تغير طردي او اكسي اهنان يقول لي علاقة اخذ المتغيران اخذ المتغيران اخذ المتغيران اكس فارز منطينيها الى الاعلى واي القيمتين شاخذ خمستعاش فارز الى الاعلى واحد وعشرين تنتبه ابني اذا هذه الاكس للأكس والواي للواحد وعشرين لازم تنتبه اذا هذا على الترتيب لان هذا الترتيب هنا مهم جدا وزادت وزادت قيمة زادت قيمة اكس حتى اصبحت حتى اصبحت العفو زادت قيمة اكس حتى اصبح اكس هنا اصبح اكس خمسة وثلاثين ثلاثين خمسة وثلاثين ونقص ونقص تبه هنا ونقص تبعا لذلك تبعا لذلك من النقص عندي ونقص تبعا لذلك هنا تبعا لذلك المتغير 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 وي فاصبح ثمانية اهنان السؤال مالتي هل وي تتناسب عكسي مع اكس هل وي تتناسب تناسب عكسي مع اكس هذا هو سؤال واهنان ابني خلي نشوف الحل لهكذا نوع من الاسئلة اللي هو مشابه لما شرحنا سبق واشرحنا في موضوع التغير الطردي اهنان شنسو ابني اهنان هو منطيني العلاقة لو ما منطيني لا ما منطيني اياها اذا لعش سوي باو على ابني باو على اللوحة اهنان هذي المتغيران اخذ المتغيران اكس وي اذا هذي اكس وي وهذا هو من وهذا هذا واي وان هذا الاكس لثاني واحد رح يجيك هو هذا اكس تو ونقص تبعا لهذا التغير المتغير واي اصبح اثماني اذا هاي رح يصير واي تو مرة ثانية هذه القيم تيان اكس وواي اذا هذي القيم منطيني اياها اتباعا فارز الا الاعلى اذا اول واحد اول واحد فارز الا الاعلى ثاني واحد ثاني واحد اذا هذا يصير اكس وان وهذا Y1 X زادت صارت 35 إذن هي هذه X2 نقص Y صار 8 إذن هاي Y2 إحنا قلنا فيما مضى من الدرس قلنا إذا كان عندي من أجل أن يكون التغير عكسي لازم يكون Y1 على Y2 شي ساوي لي لازم يساوي لي X2 على منوة على X1 هذه إذا أقدر أطبقها أو أقدر أطبق منوة بسط على بسط على بسط أي أقدر أطبق Y1 على X2 يساوي Y2 على X1 وحدة من عندهم إبني إما هذه أو هذه هذه منوة يتحكم بيها منوة أنت يتحكم بيها تحكم بيها القيم التطيني أما سأل إذا طبقت آني أطبق هذه صاح جوابك طبقت هذه ثنينات صح جواب أنا أباوع على القيم أباوع أبني هنا بس أباوع على القيم هنا هنا عندي 35 وهنا عندي 15 أكو اختصار بيناتهم ما يخالف خلي أطبق هذه منوة هذه هنا X2 و X1 إذا روح أخذ X2 و X1 وينها X2 و X1 هذه هنا أقدر أطبق هذه نعم أبني كلها صحيحة هطبق هذه هرشوف روح أشوف Y1 على Y2 شي تساوي واروح أشوف بعدها Y1 على Y2 واروح أشوف X2 على X1 شي تساوي إذا كان اثنياتهم نفس الجواب إذن التغير عكسي إذا كان جوابهم ما متساوي إذن التغير ليس تغيرا عكسيا نباوع Y1 Y1 وينها Y1 21 Y1 ساوي 20 21 على Y2 إذا كان Y2 على 8 طبعا 21 على 8 هسا قسم لك يا هن شاء الله وطلعك تقسمها أكثر نعم نتقسمها أكثر تيد حتى تقسم تيد حتى تقسم قسمة طويلة نعم إلك حق تقسم قسمة طويلة وبيها شكرا بيها هنا يطلع لك 2 أول شي 2 عدد صحيح هاي 2 عدد صحيح وشكرا 2 في 8 16 شكرا يبقى لك بقى لك 5 و5 على 8 تريد تقسمها قسمة طويلة إذا ما تدبرها الشكل قسمة 21 على 8 بيها 2 2 في 8 16 رح تختصر هذه ما بيها ناخذ 1 رح تصير 16 تروح 6 5 وهنا 0 5 فيصير الناتج ما تكشير الناتج 2 عدد صحيح كتبنا 2 عدد صحيح والباقي 5 يصير بسط على المقسم عليه هو المقام فطلع لي هذا هو الجواب لهذا Y1 على Y2 نشوف X2 على X1 X2 شكرا X2 من طين إياها 35 30 35 على X1 من طين إياها 15 وأكيد أكو اختصار هناك كلاهما من عوامل الخمسة هذا يقبل على 5 بي 3 وهذا على 5 بي 7 ويساوي الجواب 7 على 3 وإذا قسمت أيضا بيها 2 بيها 2 عدد صحيح لأن 2 فيه 3 6 يبقى لي 1 على 3 2 ويبقى لي 2 فيه 6 يبقى لي 1 3 لاحظوا هنا جوابين هنا 2 و5 على 8 في حين هنا 2 و1 على 3 حتى لو أضرب هنا فيه 3 ما يطلع لي ما يطلع للنفسية أكيد جوابين مختلفة إذن ش راح أقول أقول بما أن بما أن Y1 على Y2 لا يساوي X2 على X1 إذن ش راح نقول هنا في هذا الحال إذن العلاقة ليست تغيرا عكسيا عزيزي الطالب إعادة بسيطة لهذا المثال قلنا هنانا في هذا النوع الثاني من الأسئلة مجرد ينطيني القيم أربعتهم لكنه العلاقة ما أعرفها منه هو يسأل لي هل العلاقة إما تغير عكسي أو تغير طردي حسب السؤال هنا يطلب هل التغير هنا يطالب هل Y تتغير عكسيا أو تتناسب عكسيا مع X كل اللي نعرفه من أجل أن Y تتناسب عكسيا مع X يجب تتحقق لي إحدى العلاقتين إما Y1 على Y2 تساوي X2 على X1 أو Y1 بسط على بسط مقام على مقام Y1 على X2 تساوي Y2 على وإنتك كيفك أي طريقة تختار هذا الجواب صحيح اختار الطريقة التي تطبق القيم تطلع أسهل جربنا Y1 على Y2 طلعت للنتيجة مالتها 2 و 5 على 8 قسمنا X2 على X1 طلعت للنتيجة مالتها 2 و 1 و 3 الجواب المختلف ما دام الجواب المختلف إذن العلاقة ليست علاقة تغير ليست علاقة تغير عكسي بهذا أعزائي الطلب ننهي درسنا لهذا اليوم آملين أن نلتقيكم بدروس قادمة بإذن الله شكرا